مين فينا ما بيعانيش من هيشان الشعر سواء انتي او منوتك او اي حد في افراد اسرتك الوصفة النهاردة بسيطة وسهلة ومقوناتها موجودة في بيتك وهتهديلك الشعر الهايش تماما وفي نفس الوقت كمان بتنعم الشعر جدا وبتديله لمعة جميلة يلا بينا الاول كده نصلى على النبي ونذكر الله في التعليقات وطبعا ما تنسوش اللايك ويلا بينا نبدأ ونقول بسم الله اول مكون معايا وده سحر التنعيم الشعر وكمان هيحديلك الشعر الهايش تماما وهو زيت جوز الهند لو ما عندك زيت جوز الهند اكتبيلي في التعليقات وهقول لك ايه البديل باخد معلقة كبيرة من زيت جوز الهند اهم حاجة المكونات اللي انا بستخدمها تكون اصلية بعد كده ست الكل باخد معلقة من الفازلين اللي عملنا مع بعض قبل كده ولو عايزين طريقة الفازلين هسيبها لكو في اول تعليق باخد الفازلين مع زيت جوز الهند وبحطهم على حمام مائي على النار حطي حبة مياه في اي حاجة على النار في حالة بقى في قصر الله اي حاجة وبحط فيها المكونات لحد ما تسيح تماما مع التقليب المستمر لحد خمس دقائق هتبصت لقي كل المكونات ساحة مع بعضها الفازلين مع زيت جوز الهند بعد كده بيبقى معايا سائل بالشكل ده بعد كده هاخده هستخدمه على شعر بنتي قدامكم وهوريكو شعرها قبل وبعد وازاي بيفك تشابك الشعر وازاي بيهدي الشعرية تماما من اول استخدام بتلاحظي نتيجة ممتازة وهقولك ازاي تستخدميها وكم مرة في الاسبوع وكل ده هنعرفه مع بعض بعد ما قلبتها على حمام مائي بتبقى معايا بالشكل اللي انتو شايفينه ده شايفين بقت عاملة شبه الزيت بالزبط بعد كده ست الكل يكون الشعر مخصول كويس جدا وناشف من الميا تماما يكون منديه حاجة بسيطة جدا يعني غسلها من ساعة من ساحتين ومناشفها كويس جدا وبعد كده هنستخدم عليه الوصفة وهوريكو ازاي وهطبقها عملي معاكم باخد كده بقى صبعي وبدلك طبعا فروط الرأس مع الشعر بالكامل وهتشوفه معايا دلوقتي في الفيديو ده شعر بنتي طبعا فيه تشابك زي ما انتو شايفين بيبقى معايا بالشكل ده اهو فيه تشابك في التسريح وكمان فيه هايشان هو مش هايشان قوي يعني بس فيه هايشان كمان فيه تقصف كل ده هنعالجه شايفين الشعرية عاملة زاي وشوفوها معايا بعد ما استخدم عليها الوصفة هتختلف تماما 180 درجة وشعرها هينمع وينعم ويبقى في منتهى الجمال هنا بوريكو الوصفة وهستخدمها الاول على جزور الشعر او فروط الرأس باصابع كده وبعد كده هغلف بيها الشعراية بالكامل وبعد كده هوريكو ازاي المشطة بتمشي في الشعراية بكل سهولة وازاي الشعر الهايش هدي تماما الكمية اللي معايا دي هتكفيني انا وبنتي يعني معلقة من الفازلين على معلقة من زيد جوز الهند هتكفيني انا وبنتي وطبعا بصوا الشعراية بعد ما استخدمت عليها الوصفة عاملة ازاي غلفت كل الشعراية بالفازلين وزيد جوز الهند مش عايز اقولكو الطائريقة او النتيجة فورية شعراها ناعم جدا المشطة ماشية بكل سلاسة يعني بصوا مش عايز اقولكو الشعراية بتتكلم عن نفسها حاجة كده في منطهر روحة او حاجات بسيطة جدا من البيت ما كلفتناش اي حاجة شايفيني الشعر من الاطراف عاملة ازاي في منتهى الجميل بعد كده بلفولة وبأي كيس بلاستيك او بونيلا وموجود عندك لمدة نص ساعة بعد كده بشيله وبسرحه بتلاقي الشعراية هديت تماما وبقى ناعم زي الحرير بجد وصفة رائعة اتمنى تجربوها لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير علشان نفيدي الغير بحبكم مع السلامة شكرا